اهلا بكم مشاهدنا من جديد انا بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زيد زياني وكيل الوزارة لشؤون الصناعة اسامة العريض لافتتاح عمل منتدى المرأة وريالة الاعمال والابداع ويأتي المنتدى بنسخته الثالثة بتنظيم من جمعية سيدات الاعمال البحرينية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وذلك بالتزام مع فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الاعمال وقد اكد وكيل شؤون الصناعة ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا رئيسيا لبقاء سيدات الاعمال في صدارة المنافسة وليكون مبدعات في منتجاتهن وممارسة التسويق كما اكد العريض ان سيدات الاعمال يشكلن اليوم القوة الاساسية التي تعيد تشكيل المجتمع في البلدان النامية وكذلك بلدان العالم المتقدم مشاهدنا اظهر الدراسات الدولية بان المرأة تملك في القطاع الرسمي حوالي 37% من الشركات على الصعيد العالمي وبالنسبة لوضع سيدات الاعمال في البحرين تتوفر كافة اشكال الدعم والتسهيلات الكثيرة والمتنوعة كتمويل الميسر للمشاريع من خلال المصارف المحلية والمؤسسات الداعمة اضافة الى البنية التحتية القوية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضافة الى توافر جوانب التدريب والمساعدة التقنية لبناء البهرات المتنوعة وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم حول خطة عمل خارطة طريق لعمل جانبي مجلس الاعمال البحريني الروسي المشترك للعام القادم جاء ذلك على هامش اصطدافة بيت التجار وفدا روسيا كبيرا يمثل جميع قطاعات الاعمال والذي نظمه مجلس الاعمال البحريني الروسي المشترك وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الغرفة خالد المؤيد رئيس الجانب البحريني بمجلس الاعمال المشترك ومن الجانب الروسي نابر رئيس الغرفة التجارة وصناعة الاتحاد الروسي فلاديمير ديميترف كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مشتركة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز وتنمية علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين البحريني والروسي في شتى مجالات الاعمال مشاهدنا تأتي زيارة الوفد الروسي في سياق متابعة النتائج المهمة التي أسفرت عنها الزيارات الملكية الأخيرة إلى روسيا المتحدية والتي تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة يسفد منها قطع الأعمال البحريني وتساهم في زيارة حجم التبادل التجاري القائم بين البحرين وروسيا والذي وصل لغاية شهر سبتمبر الماضي نحو 9 ملايين دولار حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات والآن مشاهدنا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نستعرض بإياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية في افتتاح تداولات هذا الأسبوع حيث كانت سوق مسقط للأوراق المالية الخاسرة الوحيد بتراجع طفيف بلغت نسبته 4% بالمئة مثل ما هو موضح فيما ساد اللون الأخضر باقي المؤشرات الرئيسية بارتفاعة بسيطة تراوحت ما بين الربع نقطة مئوية والنصف نقطة مئوية وبالنسبة لبورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1196 نقطة بارتفاع نسبته 0.86% مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين مليون وأربعمائة ألف سهم بغيمة إجمالية قدرها 187 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهم المتداولة 87 ألف دينار أي ما نسبته 47% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 923 ألف سهم تم تنفيذها من خلال 18 صفقة